الفايصل انك انت تعرف رب الاسرة ده يعني اي رب اسرة بيبقى لازم يصر على ولاده على بيته مراته وولاده الراجل لما ما يصرش على مراته وولاده غصب عنه بيتكسر 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 يعني لكن لو لو هو بقراته وقاعد مبسوط يبقى لازم عنوش دم الفايصل انك تحكم على رب اسرة ناجح او فاشل اقتصاديا هو بيعرف يأكل اهل بيته ولا ده كلام بقى مشان اللي قلته معنى زي ايه ده كده نقدر نحكم على فتاح السيسي ونقول له حضرتك بعد عشر سنين قارفت اكل الشعب مش بكرتونه فهيطلع واحد لجنة من قرود البابون يقولك اه الله قل له بأمرت ايه انت عرفت تتأكل شعبك بدل ما انت عملت شهد حولت بيتك الى خرابة وبيت ضعارة زي ما بيقوله خرابة اسمع فاروق الباز بيقول ايه ايه انت ماذا قلته او لحظر بي تتأكل ايه انت لماذا Zapeل كيف حديرك بيقول ايه انت ماذا بشكل معنى بيقوله اذا قلت فاولا ايه انت لماذا بيقوله لا ماذا بس لصي لا تتبع لهم جوابك بيقوله ايه عاطف الشارع بيقوله ايه انت ماذا بيقع لاخرارة زي اكل الانتون بيقول عليها بالخيط والدولة إنما بيش أكد إنما مش بأكد نفسها بيقول عليها دولة كخيبة تعاني شو بقى الدولة بتاعتنا بتأكل إزاي الدولة دلوقتي بتدور على أي حد برة تبيع له أي حاجة لأنها مش عارفة تأكل لأنه في الآخر طلع بكاراتين خلاص لا ده مش بس كده ده مستعدة تعمل أرود عشان أي حد يجي يشيل بلومبرجي حضرات نشر التقرير بطول في إن مصر بطول إنها مستعدة لتنفيذ كل ما هو مطلوب لعودة التمويل السعودي كل ما هو مطلوب تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي ضرتها الأزمة إلى الحصول على مساعدة من حليفها الخليج الثري أي حاجة أي حاجة هنعملها لكم والنهاردة أوه شايفين البلد بتعمل كل اللي عايزه المستثمر وشغال بيع فقط لغير توقيع عقود تصميم تطوير كورنيش المؤطم بالشراكة مع شركة سعودية ليه؟ ليه؟ كورنيش المؤطم ليه؟ ليه؟ توقيع عقود تصميم تطوير كورنيش المؤطم بالشراكة مع شركة سعودية أيوا ليه؟ ليه؟ مش حاجة تطوير كورنيش المؤطم؟ صعبة عليك تطوير كورنيش المؤطم؟ مش قد الشيلة؟ ما تشيلش مش بس السعوديين الطرف التاني في الاستحواز على كل شيء في مصر هي الإمارات الإمارات النهاردة خدت حق إدارة ميناء سفاجة 30 سنة ميناء أبو ظبي تبرم اتفاقية امتياز مدتها 30 عام لتشغيل ميناء سفاجة المصري خلاص كده مع السلامة ميناء سفاجة 30 سنة حق إدارته ما هو البيع بتاع زمان ده حق إدارته يعني إيه؟ على رأي الأساسة اللي قالك يا جماعة المصطلحات اللي بيشتغلوا في الإعلام بلافوكم المصطلحات اتغيرت بدل ما تقول دولة مفلسة تقول إعادة جدولة الديون كده بدل ما تقول هزيمة تقول نكسة بدل ما يبقى مشهد توزيع الكاراتين طول عمركم بيدينوا الإخوان عليه طول عمركم تقولوا إخوان اللي بينجعوا الكاراتين فانتوا بدل ما تعملوا بقى لا ده أنتوا طلعتوا على الهوى في استاد القاهرة تعلنوا توزيع الكاراتين فهو يقول لك إيه؟ إدارة تشغيل من ناقسة فاجة اللي هي إيه؟ اللي هي بيع 30 سنة اللي هي بيع 30 سنة اللي هي بيع من ناقسة فاجة تباع لمدة 30 سنة ما انت باعها 30 سنة دي ما لكش داعه باعه خلاص بقى أبو ظبي جاية من أخصى الخليج الفريسي ما هو اسمه الخليج الفريسي عشان حاش تحكي عليه كله لك الخليج العربي اتحدى الصحف الإماراتية تكتب الخليج العربي اتحدى ما هو ما اسمه الخليج الفريسي الإيرانيين بيقولوا كده تخيل انهم يروحوا من أبو ظبي من الخليج الفريسي تيجي لك انت عندك في ميناء سفاجة تديروا 30 سنة زي الفرنسوين كده ما أداروا قناة السويس الدولة الخيبة البيع فيها بالجنيه اللي الأخ بيبنها كل يوم الأسباغ الإماراتية تستعوذ على 100% من بكين مقابل 34 جنيه السهل وسادات قيمة الصفقة بالجنيه المصري تب تبيع ليه ما تبيع بالدولار الدولة الخيبة برضو اللي الجيش يبيحط ييده على الأراضي ويبيعها بالقطعة أبو ظبي المشتري شركة الأزباغ الوطني القابضة الإماراتية عدد الأسهم 42 مليون ساعة ساعة للساعة 34 جنيه الحد الأدنى للتنفيذ ساعة 75 شركة البيعات والصناعات الكمية باكين أعرق شركة اللي انتاج الدؤانات في مصر تعمل منذ أكثر من 60 عام نشاط الشركة صناعت جميع أنواع البيات وورنيش الأخشاب وأحبار الطباع وراتنجات اتباعت الدولة الخيبة هي اللي الجيش فيها الجيش فيها بيبيع الأراضي بالقطعة أول الله العظيم تخين إعلان جهاز الخدمة فضل جهاز مشروعات أراضي القطعة مسلحة المنشأ يعلن عن طرح قطع أراضي على ضفاف النيل اللي هو قلنا لكم ده جزية الزمالك وجزية المانيا للمعادي مصر القديمة ترى دار السلام المعصرة و لما تلاقي الدولة خايبة مش عارفها تأكن نفسها و شغالها بيها طبيعي جدا أنه يوصل إنتاج فيها لوضع زي الزفت طبيعي شعبة البيض السادة المسؤولين قد تخطينا مرحلة الاستغاثة و بدأنا الفصل الأخير من النهاية المئساوية لصناعة البيض و جميع مزارع أمهات البيض مهددة بالجوع والنفوق خلي بالك أنه إعلان بتاع قطعهم الصلاح ده اللي فات ده مارق اللي فات بتاع الجيش ده ده مارس 23 يعني ده إعلان جديد أنا أسف اللي هو قبل ده على طول ده إعلان جديد قطع أراضي ده الجيش ماله مالة النيل والجزيرة والزمالك ماله لا الإعلان بقى سيبك من البيض البيض كتر قاتل الإعلان اللي فات أيوا ده إعلان جديد ده مارس الموافق الـ 22-23-23 جزيرة الزمالك مالك جيش مجرد الزمالك جزيرة المانيل المعادي مصر القديمة تورا دار السلام المعصرة مبابة ده جديدة ده بيع جديد غير البيع اللي أعلنانه عنه قبل كده تخيل تبقى على الكرس الشروط بمقار الجهاز إيه علاقة الجيش بالقصة دي وطبعا البيع مش هيكون الإخوة المصريين هيكون لأشقاء العرب أو الله العظيم ما هو خلاص كده كده الزمالك والمانيل والمعادي وتورا البلد والمنطقة دي كلها العب ده كله راح العب ده كله راح خش بقى على كورنيش المؤطم كده يبقى شرق القاهرة كله راح يعني ما هو كورنيش المؤطم خلاص يعني في شرق القاهرة والمنطقة دي كلها المعادي صحيح جنوب شرق المعادي بس المانيل من المانيل شرق القاهرة وتنزل بقى تحت كده لحد فين علاني الجيش لحد فين معلش علاني الجيش لحد فين الله يكرمك معلش تاني الله يخليك علاني الجيش معلش علاني جزيزة الزمالك المانيل المعادي مصر القديمة تورا دار السلام المعصرة مبابة معدن بابة كله شرق القاهرة معدن بابة مبابة دي عشان الجزيزة الوراء تتبع برحيتها يعني قطع عراضي تسطح في الأنشطة السياحية ايه مراسي عائمة سياحية مطاعم كافتريات وصنعت البيض الضربة الغرفة التجارية بتراجع نسبة المبيعات هذا العام لقيت فيه تراجع كبير جدا تقريبا 50% تقريبا آه 90% تراجع 50% تراجع في نسب المبيعات هذا العام بنحو 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي شعبة السيارات بتقول فيه تراجع حد في سراق في بعض العربات 90% خلال ربع الأول من فيش عربات ايه ولما يحصل انهيار في القطاع مش هيحصل غير ارتفاع أسعار بدون وجود حل يعني الحل بقى الكرتونة بسبب التضخم مصري قد تشهد تحرير لسعر الصرف ولا حلول تلوح في الأفق دكتور جمال علي جمال عبد الجواد فيش حلول حل هو الراجل قال لك الحل ايه انت روحت قلت له يا عمي انا الحاجات غالية قال لك الحاجات غالية تشتريهاش تب ناكل منين تاكلش تبقصوله يا باب كده يعني فالراجل شاف ان الحل انه يوز عليك كرتونة فانت بقى حل دروس الخصية بالكرتونة جوز فينتك بالكرتونة ايه كرتونة تلاتة كده تلاتة كياس مكارونا وكسير رز حل مشاكلك تب الفواتيب بتاع الكهرباء حل مشاكلك بير كرتونة عيار الدهب حسب نشرتهم بقى 2100 راجل بتاع الدهب ما تكلمنيش فين يا عم يا بتاع الدهب اهو كلمنا اهو سعر الدولار حسب الزهب الان كان قايا لي 37 جنيه على فكرة حالا فيه حريق بيقوله في طريق سكندريا الصحراوي حريق هائل يخرب بيتك ياللي ببقى لي مش كفاءة يا عم الدولة الخايبة هي اللي باعت حاجة وباعت كل حاجة وفشلت في الانتاج فلازم تمدي ايديها البرة عشان تستورد وزير التموين تم التعاقد على 25 ألف طن دواج برازيلي مجمدة بالكميات المتوقعة وصلها هذا الاسبوع أنا فيه خبر غريب جدا شفته النهاردة وعد علي وسلم سلم علي حاجة خبر عجيب قوي واحد اهو حريق هائل بطريق مصد سكندريا الصحراوي منذ خليل ليه بقى ليه بقى أنا فيه واحد بقاتلي خبر النهاردة استغربته جدا الخبر ده حضرات خبر عجيب قوي أبضوا على واحد بيتاجر في الفراخ اللي هي بتلاجة دي الخبر نفسه عجيب قوي الفراخ البرازيلي دي أبضوا على واحد بيشتريها ب36 جنيه بيبيع ب120 خبر عادي اي حد ممكن يعملها الخبر قدامكا حل يشتريها ب65 جنيه وبيع ب120 اللي تحت بقى أولا منش فاهمه ضابط مواطن جمع تلاتة من تلاتة ونص طن فراخ إزاي إزاي جمع تلاتة ونص طن فراخ واحد إزاي أنا مش قادرة فعامها يعني أنا مش قادرة فعام الخبر بصراحة وبعاين بيشتريها ب65 يباع ب120 خلاص بقى طبيعة تشوف حال الناس بيموتوا أو بيموتوا بعض على الفراخ البرازيلي تشوفوا في فيديو دي كده طبعا أنا عايز أسألك سؤال التخيل لو أنت في دولة في الجزائر في المغرب وشافه وانت قاعد بقى شايفه بعدين يشوف المناظر دي منظرنا عمي إزاي طب الانتاج اللي عندك جوه لا الدولة الخائبة هي اللي لازم تدمر الصناعة الوطنية وتدمر الصناعة المحلية بتاعتها عشان تعرف تستورد يقول لك ترفض الوزارة التموين لقات الوزارة التموين اللي خايسيبك من ده اهو وزارة التموين الحقيقة التموين ترفض عرض منتج الدواجن وتصامم على البديل المستورد ليه ليه يا حضرات تخيل ليه ليه ما توقفوا جنب الناس هو هو في حد يعمل كده في نفسه تدمر صناعة وطنية عشان مصر تستورد وطبعا يطلعوا يقول لك احلى خبر ان احنا هكمل معاك الدولة الخايبة اللي مش عارفة تعمل مدارس للبنات ويطلع يقول لك انا بحب الستات والستات دول ويعمل كده والحنايين بس هي الست اللي تشوف السيسي ذكر وشايفها حاجات كده تستاهل ضرب الجزمة ما عنديش كلام تاني أقوله خلص قوضي يا الأمر دي ست لازم تكشف عن نفسها نها محرومة يا ديشت بعداش عليها راجل لما تشوفي واحد بيعمل كده وبيعطف وبيلطف وبتاع وبسطونات الساس جامل بتاعت السبعينات بتاعت محمود ياسين أيام ما كان بيكو شعره وبتاع نجلاء فتحي أيام ما كان بتعمل أفلام زي السامن الصناعي كده تشوف الفيلم تحسنك انت لزقت وسيدرك لزقت يا عمي شيني الفيلم ده الست اللي تقعد تقولك بص السيسي والنبي والنبي انا بحبه دي لازم تقعد تكشف ما تكشفش لا تكشف تحجز هكمل لك بقى مع ابو ناسب اللي بعده